اشتركوا في القناة وانتشي مسيو معنيها واحد من العبيد اللي تعرضوا الاصابة معنيها من من كلب اخوة يلزم الظهرة ذي لزم الحكومة تشوفها لحل يلزم حل يلزم حل يلزم حل تحكينا على الاصابة متاع كيفاش تعرضت لها وشنو عملت انا متعدي شيرة لحنة في الليل المراوح وهاج عليه كلب عظمي ومشيت لقاحت تلقيها لولا شوفت روحي لبس ما مشيتش للثانية باثولي مشيت عملت تلقيها الثانية هو فيما برشة تلقيح معناها ما هوش تلقيح واحد يعني عملت زرقة لولا وزرقة ثانية هكا هو ولا بس طلبوا عليك الكلب ولا خاطر ساعات في باستور مثلا يطلبوا عليك الكلب هم في لول عملوا لي كل بحث صغير وين كذا وين كذا الكلب تعرفوا لهم ما تعرفوش قلت لهم ما نعرفوش كيفاش باش تنصح الناس بش يحمي وروحهم كيفاش بش يحمي وروحهم واحد يرد بالو على روحه كا هو رد بالو على روحه وصد ترب على روحه وعلى صغاره برشة بيت يتعرضوا للإصابة معناها وما يمشيوش يلقه هذي مشكلة كبيرة اللي هو دي الكلب ما عندوش عيليش إلا التلقيح بالوقت يعني هذي الحكومة يلزمها تأخو فيها ديسيزيون وهي التقرر المواطن قد يرد بش يرد روحه على بل وزيته في بسار يحكي وقالك مثلا ماشي طبيب انت على تلقيح وكذا وحتى مواطن الوقت اللي بش يمشي يلقح وما يلقاش الطبيب الطبيب قالك اخرج راتريت وما عاوضوا الشي الحكومة هذي هذي الحكومة مش المواطن يرد بيله على روحه على عائلته وكذا عنا سنين ما سجلناش عدد كيما هكا متاع معناها حالات توفي وجراء دي الكلب الموضوع اذي انا ما نسمش اخوذ فيها اخوة كانت عندنا حكومة وكانت عباد واقفة ما كناش نفركسوا عليه الشي اذي دور دور معني هالمسئولين انهم يلقوا حل للكلاب السائبة اه هو القنص ما وش حل ومش حل يوم ما كاكف شرع موش حل صحيح دونك التلقيح هو الحل ما فهمة الحكومة هي تشوف تعمل البرنامج هو اللي تخدم على روحه ومش المواطن انت وشوف انتي امرأة ماشية تقذي ولا ولاد امرأة مراحين من المكتب ويجوا عليهم كلاب اش بش يعمل هذي الحكومة لزي ما تشوف حل السلوطات هي المعنية بالشي هذ شنو الحل يترهموني سبنتي موسيون مثلا احنا نشوف حل انه لازم يتلقيح للكلاب ما دين فهمة برشة كلاب سائبة دونك لازم نلقحولهم على قل قداش بش تلقح قداش بش تلقح في كل حمو في كل نهج بش تلقح مام هو يغلب متان بتنسمش هذي تلقح تلقح ولا بودة ظاهر هذه يلزم يشوفوا لهم حل بل كانوا يلقحوا برشة للكلاب سائبة معنى يلقوا كلاب سائبة يلقحوا لهم قبلها ذاك وقت لا كانوا مسؤولين يخدموا على الارواح هم تكثروا اكثر واكثر يعني ذاك اقبل وقت لا كانت المسؤولين تخدم على الارواح ثم ما عندناش مسؤولين في الدول هم برشة عبيد مسو يراو انه القنص حل انش نو ترى هدي هنا شوف هو القنص هو الحل القنص هو الحل قنص الكلاب ولا قنص العباد هم الكلاب كائنات حية كائنات حية ويضروا في كائنات الأخرى اللي عنده كلب يستحفظ عليه وزيدا ننصحوا العبيد الكلي مربيين حيوانات يلقحوا لهم مثلا حتى القتاة لازم تلقحوا لهم ينجم يتعرض الإصابة زيدا القطوس من الكلب حتى القتاة الزادة القتاة الزادة في الديارة كلهم ملقحين أول حاجة هي التلقيح للقتاة القتاة انت مسو مليت عرض للإصابة كيفاش أثرت عليك الإصابة؟ نفسانيا يعني وليت أكيد ترد بيلك أكثر وليت تخاف أكثر رد بيلي أكثر وديقوا على عائلتي وعلى جيراني وعلى كذا ووقتي شباش نقول لك ربي ستر ربي وكاهو مسوء بخلف إنك انت قلت الحل هو القنص يعني ولزم حلول أخرى؟ الحلول الأخرى يشوفوا أصحاب الحلو أصحاب المسؤولين هما عندهم الحلول مدين شدد مسؤول في بلاسة يجب هو يشوف الحل إذا كان أنا باش نشوف الحل عادة نشد بلاسة مزاج إحنا كمواطنين عمنا عنا الحق معنين عطيه رايب تبيعة عطيه رايب أمام في بينهم تسعة أشخاص ميتوا التسعة أشخاص هذو هما يخرجوا يشوفوا الحل المشكل إنه العبيد ما تعرفش إلي تونس يعني كتسجل تسعة حالات متاع مرضي الكالب يموتوا يعني رهي عدد كبير خطر رهو سجل نقبل أقل موصلني إيش معنيها؟ الظهر هذه من وزارة الصحة على خطر هي لا ترجع بالنظر هي لا تكمل تحكي مع منظوريها وهي لا تعرف كيف يشتغط ولها الدرجة معنيها المسؤولين من القوش الحال المنسب للكالب السئبة؟ إذا كان هما سمعوا بتسعة ونموات بسيط في بلي فما حملة متاع قنص لكن ما هو شحل؟ ما اسمعت شبال حملة هي فما حملة متاع قنص كيف؟ أذا كان الحل أذا كان الحل أذا كان الحل ما تراش إنه القنص حاج أحرام؟ أحرام والحيوان وقتله يقتل كأن حي أحرام والأحلال لكن شنو اللي يخلي الكلب يوصل معنيها يمرض بداء الكلب ويقتل عبد؟ ما هو الشيخ؟ ما هي المسؤولين هما؟ هم المسؤولين هما يتحملوا مسؤوليتهم يعرفوا كيف الشيخ؟ مدام هم هما مسؤولين؟ أنا بش نعطيهم الحل ولا غيري بش نعطيهم الحل؟ مدام هم مسؤول هو اللي يتحمل مسؤوليت؟ ولما كان شي نحقي يخلي بلاسه يعطي خلي بلاسه ولا يعطيه الحلو خطر مش الكليب معناها يعني مجرد حيوانات ما يعرفوش يعني مش هو معناها قصد انه بشي دور انسان والعلوش زاد كائن ونحبوه وقتلا ينتح شخص زي نجم يقضل ثور وقتلا يقتل شخص ينجم يقضل من خلال التجربة اللي مريت بها معناها إصابتك من كلب باش تنصح العبيد اللي تنجرم تتعرض للموقف هذايا ياخدوا الحذر وزيء واكثر من الحذر من الكيلب والتلقيح زادة التلقيح معناها ما يزمش يسكت على روحه لازم يلاقح ما يقولش ليه ما نصورش كانوا مهوجئ كانوا مريض دي الكالب لازم يمشي يلاقح حتى لو كان الكلب لي عظمه وش مريض بلاي عشو اختي بش يمشي يلاقح ومثلا مش طبيب في بسور علش مشي وليش كون مشي انشي كمشي تلاقح تلقيت مشوه لقيت انا وقتا طبيب اما الوقت الحذرة مثلا مش طبيب هم عبيدي مشي وما القاوش هم عبيدي مشي وغادي وما القاوش على طبيب الكلب تلقيح وإلا الطبيب تلقيح قبل تلقيح مصميش لا التلقيح موجودة قبل ما يلاقح ثم طبيب يشوفوا الطبيب طبيب باك اخرج الوزرات ما عوضوشي